بسم الله الرحمن الرحيم هذه المحاضرة برضو تتبع بدنا برضو في هذه المحاضرة بدي أوضح الآتي لاحظ أنه قلت أول خطفة محاضرة السابقة بدي أعمل عمية انشيلايزيشن زي ما حكينا في الورتشار إن عمية ل لميلة الحلول لاحظنا أننا نقوم بعمل للحلول فقد أقلت كم حال بدي أعمل بدي أعمل حال بخمس حلول بمعنى أنه أنا هاي واحد هاي اتنين هاي تلاتة هاي اربعة هاي خمس حلول لميلة الفنكشن لميلة اللي بدي أعملها من موزيشن الفنكشن اللي بدي أعملها من موزيشن فهو في اكس بتساوي اكس واحد تربيع زائد X 2 تربية فأنا عندي معنى آخر معنى آخر إنه أنا عندي الحل الأولاني هو I بتساوي 1 لأنا بدي أفرضه الثاني I بتساوي 2 بعدين الحد 2 I بتساوي 5 طيب في كل حل أكام كوبون أنت عدي فيه 2 1 تنتين لأنه عندي فيها X1 وعندي هنا X2 في عندي كوبون أنتين فعندي هنا J بتساوي 1 وJ بتساوي 2 خلاص هيك إحنا من هاي بتساوي 5 اللي بتساوي إيش NB الخمس بتساوي NB والاثنين بتساوي إيش بتساوي D لو أنا هدولنا جيبتين هنا بكون ماخدت الشكل هذا عنصرين بس تفسير للمعادلتين هذول. هذول معادلتين. هذا البابوليشن هذي البي جي. اللي هي عبارة عن كولوم فيكتور. اللي هو اول عنصر فيه اكس وان جي. اكس وان جي. اللي هو عبارة هذي اكس وان جي. اللي هو هان. اللي هو بمثل اكس وان جي. اللي هو بمثل عنصر هاد. والعنصر هاد. هيا اكس وان جي. واقس في اي ساي اون والجي لجي لست'm. تمام? واحد وسافر. هده ايش ال جي? قيمت ال جي. ال جي عند ال투 كيبوننت ، بن عند واحد لتنين بس. الاثنين والآي واحد والجيل سفر ان هدول هاي معنى المعادلتين هدول هنا فبدي يجي هذا اكس ان بي لو ايش لو اكس اخر واحد خلاص هادي ايش خلاص هادي ايش خلاص يقلك الآي بتسوي احنان بي والجيل سوي اش واحد لديه هادي هو اللي هو هدول الخمسة فيكتور اللي انا عملت لهين انشلايزيشن عشان كحلول من عندي بدأ فيهن الحل نيجي الان انت عملت هاد الحلول اللي هو هاي ازا ما انت شايفين هاي الحلول انا عملتها اكس واحد و اكس اثنين للحل لا لا الحل الاولاني والتاني اكس واحد و اكس اثنين وهكذا هادي عند جيه بتسوي واحد وهانا جيه بتسوي اثنين طيب انا كيف بدي اولد كل كومبوننت من هدول كيف بدي اولدين فقلنا عشان تولد هدول كل كومبوننت بالخمس حلول لازم تستخدم اللي هي uniform distribution عشان تستخدم ان تكون انت يعني تكون الارقام موخودة من جميع المساحة من جميع ايش المساحة اللي فيها الارقام هادي بشكل منتظم كل ارقام هادي موزعة وزعة عجميع المساحة هادي عجميع ايش المساحة هادي ولا تزيد ولا تنقص وقال لك ان دا تكون القيم مين ناقص خمسة لخمسة كل قيم اكس قال لك كل قيم اكس واحد و اكس اثنين في المسال قال لك احطلتك اكس واحد و اكس اثنين لازم تكون ما بين ناقص خمسة وبين قديش وبين خمسة ناقص 5 و 5 تمام عشان أول تكون قيمة من هذه القيم استخدم هذه المعادلة هذه طبعا تشغيلها على الكمبيوتر انت هذه X انت الآن تأخذ مثلا أول component J1 في الحل الأولاني في الجيل 0 بتسوي XJ يعني XJ الكمبيوتر الأولانية lower bound ايش lower bound ناقص 5 ناقص 5 الـ RAND تولد قيم من 0 ل 1 من أساط Uniform Distribution تولد أرقام Uniform Distribution من 0 ل 1 احتمال تأخذ أي رقم من هذه المعادلة متساوي يعني مثلا 10 أرقام 1 10 أرقام 2 لكن كل الأقيم محصورة من وين تولد هذه من 0 ل 1 بتولد أرقام من 0 ل 1 هي هذه الفنكشن RAND في XUP ناقص XJ XUP اللي هي قديش فرضناها XUP 5 و X لو قديش ناقص 5 إذن 5 إذن 5 ناقص 5 بتساوي 10 هذه القيمة 10 10 أي 10 تضربها في الراند الراند طلعت مثل فرضا بويند 6 بويند 6 هيعطيك الجواب 6 بعدين بتجمحها عمين على اللو على أيش على lower bound lower bound قديش ناقص 5 إذن تعطيك أول كوبون قيمة قديش 1 أول كوبون قيمة قديش 1 إذن X كوبونت الأولى 1 في الفيكتور الأولاني في الجيل 0 تساوي 1 وهكذا تشترع باقي إيش على باقي القيم على باقي القيم تمام هذا هو إشارة حادي المعادلة إشارة حادي المعادلة يعني هنا أقول لك In general The variable are subject to the given boundary constraints إن شاء الله يجب أن فورملا That generate uniform numbers for the initialization which is given as هذا اللي شرحته بشكل عام تمام نيجي على السلايد اللي بعدها الآن أنا بقول لي define the problem parameters عشان أعني define the problem parameters بدي أعرف في براميتر هدول هم لازم أعرف قبل نبدأ الحل أعرف أعرف الحلول ببوليشن سايز الان بي بتساوي خمس خمس حلول فرضت من عندي كل حال فيتين مركبتين عشان أحيل هاضي الجيب المين ما من الفونكشن أنا بدي إياها المركبتين عن D بتساوي قديش G بتساوي 2 هاي التالت ثالث بعدين أنا قال لي وقف Stop Criteria وقف الالجورثم عندما يكون عدد الجنريشن فيه 2 يعني الجنريش G وتساوي 0 و1 يعني G ماكس عدد الجنريشن بتساوي عدد الجنريشن G ماكس بتساوي 1 أو عدد الجنريشن G بتساوي 2 عدد الجنريش بدأت من صفر لمن لجي ماكس أو عادة من نصطنين جيناريشن على مرحلتين هادي القيم في سكيلينج فاكتور هشرحها بعدين وكروس بروبيليتي هشرحها بعدين كروس بروبيليتي انا بقولك في مرة مبقالة بستخدمها سي ار ومرة بستخدمها ببروبيليتي في كروس اوفر هادي كروس اوفر بروبيليتي وهذا سكيلينج فاكتور لاحظ انا قلت لكم نستخدم الميوتيشن الميوتيشن بستخدمها في DI DI الميوتيشن بستخدمها قبل مين الكروس اوفر قبل الكروس الكروس اوفر لاحظ ها انا بستخدم اللي هو الفاكتور قلنا اللي هو سكيلينج فاكتور اف ها انا بدي استخدم كروس اوفر بروبيليتي بروبيليتي اوف كروس اوفر او سي ار خلاص هادول انا عرفتن في ايش البراميترز تمام ممكن استخدم هان كمان قدام اف او كمان استخدم ايتا سكيلينج فاكتور تمام خلاص روحت انا عملت انشيلايزيشن او هاي الخمسة حلولة طلعتن هاي الخمسة حلولة طلعتن وكل حل فيه تو كومبونت هاي كومبونت لاحظ كل القيم هادول قيم هن بين نقصه خمسة و ايش و خمسة كل القيم هن بين نقصه خمسة و خمسة قيم هن ناقص خمسة وخمسة حسب المعادلة السابقة اللي أنا شرحت لاحظ بدي أروح في نفس الوقت بعد محسب هن بدي أعوض في الفنكشن اللي هي قلنا اف وفي اكس بجبالها minimum value بتساوي اكس واحد تربيع زائد اكس اتنين تربيع بدي أعوض فيها هنا في اكس واحد هي اكس واحد من هن هي اكس واحد بدي أعوض هن هن وحوض هن هن اكس واحد وقال دا حسب هيش فتنس فالو هي طلعت الفتنس في قيمة تن وهكذا لحد ما حصل هيش هادي اخر فيكتور بدي أحسب ليمين الفتنس فالو لحظ اقل قيمة بعطين اللي هي ثلاثة بوين زيرو سيفين اللي هي اقل قيمة هادي البست سلوشن هو هادي البست سلوشن اللي هو بعطين منهم فالو في الحل هادي بس بدوش اقف عنده الحل هاوض الحل هادي الجيل ساوي سفر بدي بس بس بالسلوشن هدول بس هادي هادي القيمة عطتني ايش البست فالو منسميها اكس بي هي سميتها ايش اكس بي اكس بي اكس بي اكس بيست قصد هادي الخمس حلول انا حملت تمام اذا بعمل لخمس حلو قد ما بدك اعمل حلول تمام بس اقل اقل الاشي لازم تعمل اربع حلول اقل الاشي المنمم تمام اعملت خمس انا اقل اقل ايش هتعمل اربع حلول ليش قدام شوية بقول لك ليش اعملت انا خمسة وبعد ما عملت خمسة عن طريق عن طريق عن طريق عملت اتنين طرح واحد جمع وبعدين الان انا حسبت الفتنس فونكشن نيجي لاللي بعديها شوف هنا البعديها بعد الانشاليزيشن بعد الانشاليزيشن بعد الانشاليزيشن ان انا نجي عمل الموتيشن عشان انا اسهل عليك في الكلام اذا اوضح لك اياه في الموتيشن نشوف عليك كيف انت روحت جابة هاي خمسة هاي حل حلين ثلاثة اربع هاي خمس حلول فانت بتروح عشوائيا عشوائيا بتاخد ثلاث حلول من هادول الحلول بكل هادول خمس حلول اثنين ثلاثة اربع خمسة كل حل من هادول الحلول نسميه الان بيرانت بيرانت فيكتور بده سميه ايش كل حل من هادول حلول شوف انا اتسميه بيرانت بيرانت فيكتور كل حل من هادول الحلول بده سميه ايش بيرانت فيكتور مسلا diferencia فانا انا قد ابدأ في البيران فيكتور الاولاني ما هذا البيران 4 فيكتور مسلا ارتع Chung 3 هي proxim ها هي repl neutral 3 هي devam المتض ReHS المختلفة عنه بالتب APPLAUSE بس小رافي أختار هذه واحد، هذه الثلاثة والثلاثة وهادة اختار عشوائي فيهم واحد يكون اسمه الهدف سوى والاتنين مسمى الهدف سوى أختار X- Population Воحد هذه تلاتة X population واحد وهذا ما سميه X population اثنين وهذا اسمه X population ثلاثة يمكنك فيه أنا عندي ثلاثة X population تمام؟ أنا هاختار حشوائي أفرض الأولين هاختار بدي أقول عنه target vector إذا أنا بعمل هنا زي ما تشوفين X population واحد و X population اثنين و X population ثلاثة بدي أقول X population واحد اسمه target vector أنا ايش بروبا أعمل معادلة هادي؟ المعادلة ايش بتقول لك هان هي X population واحد اللي هو target vector target vector اللي هو ده هو randomly selected solution واحد target vector بدي أجمع عليه عملية جامعة واحدة في scaling vector F اللي هو قلي إيش قلي في السؤال الحط اللي هي قلي بتساوي نص بتساوي قديش نص بدي أعملية ضرب ضرب في مين؟ في عملية طرح واحدة بدي أطرح اثنين من بعض X population 2 X population 3 وقت تطرح X 3 من 2 زي ما بدك؟ إنت الآن عندك ثلاثة عندك الـ parent vector بتختار له X population 1 X population 2 X population 3 واحد تختار target vector لتجمع وهذه بتطرح من بعض هاي هذا بتجمع على مين؟ على ويتد ديفرنس ويتد ديفرنس ويتد لأنه بتعمل عمية ويت يعني تركيز أو أو تقليل أو يعني بتحديد لـ ديفرنس فهذا المعادلة بتروح بتولد لك فيكتور جديد اسمه دونر فيكتور بتولد لك فيكتور جديد اسمه دونر فيكتور خلاص هنا ده هادي ايش بتقولك؟ بيقولك أنه لازم كل الأربعة الأربعة اللي هو اللي هو فلطن انت اللي هو و مختلفات تمام هنا هادي شرح السلايد هادي نشوف آه قال لي أنت كويس قال لي أنت هيا استخدمت الفونكشن هادي أو الفورمولة هادي علشان تولد دونر فيكتور وهذا اسمه دونر فيكتور زي المثال السابق قال لي بس يا حبيبي يا زميلي فيه أكثر من سكيم أو أكثر من فورمات تستخدم عشان تولد هادي اللي تولد اللي هي دونر فيكتور قلت له ايش هنه؟ قال لي هاي سكيم تاني ممكن تستخدمه هذا السكيم الأولاني قال لي ممكن تستخدم التاني وفيه عند التالت ممكن تستخدمه اللي بدك هي إنت إيش تستخدمه أنا حدنا نشطع الأول يعني التاني الدونر فيكتور بدلا بحط اكس بوليشن وان بحط بإيش اكس خمسة الأخي اكس بست في السؤال هذا كان اكس بست عبارة عن مين؟ اكس فايف فاكرين اللي هو نمبر ايش فايف اللي أعطان أقل قيمة واحدة نفس الإشي طيب إيش اللي بتقول لي هنا بي بتساوي واحد وبي بتساوي واحد هنا بي يعني بمستخدم بمستخدم واحد اثنين قلنا بي واحد وأكلم بمستخدم اكلم فارق عملي الطرح عملي الطرح وحذرة استخدمنا بي واحد هنا الحالة التالت استخدمacak عمير الطرح استخدم هان طرح وهنا طرح فقالنا قلت له فيه كونستان اسمه بي هان البي كونستان اسمه بي ايش بي اتنين لاحظة التالت استخدم ايش اللي هو الدونر فيكتور في الطريقة التالتة اللي هي اكس بوليشون وان وي ته سكيلينج فيكتور برضو استخدم اكس بيست بطرح من اكس بوليشون وان وهذا نفس الاشي ونصدربها في مين في سكيلينج فيكتور ايش اف فانا استخدم تو ديفرنس هنا وان ديفرنس هنا ايش وان ديفرنس قالك سكيلينج فاكتور ايف ممكن تخدها ايا قيمة من سفر لما نهايه بس لما احسن قيم مركومنتد اللي هي تستخدم ايش مو نص لمين هادي للسكيلينج فاكتور ايف او ايتن تمام ايف او ايتن هادي ايش سكيلينج فاكتور تختلف عن مين؟ probability cross over تستخدم حالة cross over هذا في حالة موتاشن إذا هنا استفدنا أنه أنا عملت موتاشن عن طريق أول هذا موتاشن عن طريق هذا موتاشن نشوف اللي بعدها طيب قلنا هنا فيه استند هادي بدك تعمل عامية موتاشن فيه standard للموت فيه standard notation يعني رمز أو صيغة معينة بيعطيك عليها تشتغل عملية نوتاشن يقول استخدم differential evolution algorithm استخدم استخدم A هو target vector أي واحد هيا بسؤال فبدك تعمل عملية الراند الراند تستخدم الراند فنكشن تولد لك أرقام وبدك تعملها بصيغة معينة تحديد تولد لك أرقام uniform distribution من 1 ل 5 بطريقة معينة تستخدمها تولد لك أرقام 1 ل5 فالرقم اللي بطلع لك هو الرقم اللي بتجدك تعتبره من؟ target vector أنا في سؤالي اعتبرت اي بتساوي إيش؟ هنشوف هنشوف بعد شوية الـ target vector 4 هنشوف اي بتساوي إيش؟ 4 الـ B هستخدمها اي معادل بدأ استخدم معادل الأولى الـ B بتساوي 1 طب ايش عكاة الـ C يا دكتور؟ الـ B 1 يعني إيش difference 1 اللي هي الأولانية الصغة لونية ايش عكاة الـ C يا دكتور؟ الـ C اللي هي أنا عندي الـ cross over إذا كتعمله إذا هاد الـ mutation هاد الـ standard مش للـ mutation هاد الـ standard لمن؟ هاد الـ standard لـ differential algorithm لكل الـ algorithm لكله إذا هاد الـ C الـ C في أنا عنده نعمل C هاد خاصة للـ cross over هاد خاصة في مين؟ في الـ cross over في الـ cross over في أنا عندي نوعين للـ C في النوع الأولاني اللي هي binomial binomial وفي أنا عندي binomial cross over cross over وفي أنا عندي exponential cross over ها ما هنا سيكون فيه في أنا عندي cross over نوعين في إني exponential وفي أنا عندي هنا النوع التاني binomial 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 cross over هذا بختصر bin وبختصر exponential المشهور أكتر المشهور أكتر هو binomial cross over المستخدمات المشهور أكتر فإذا السيغة أو السكيمة اللي مستخدمه في هذه الطريقة في الـ differential في الـ DI اللي هو الراند الواحد يعني إيش يعني الواحد يعني السيغة الأولانية السكيمة الأولى من الثلاثة اللي شرحتهم واستخدم إيش binomial cross over ترجمة نانسيو مج ؟ میں؟ صلال صل صل وò صل صل